بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الترسل خامس وستون بسم الله الرحمن الرحيم الآداب التي يتحلى به الصائم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنكه إلى يوم الدين وبعد أيها المستمع الكريم إن المسلم مطلوب منه أن يتحلى بمكارم الأخلاق وأن يتخلى عن الرذائل دائما وأبدا ولا سيما في حال الصيام ولا سيما في شهر رمضان فإن الصائم قد باشر عملا جليلا يستدعي منه أن يصونه عن كل ما يخل به أو يتنافى معه ويجب على الصائم أن يجتنب الغيبة وهي ذكر الإنسان في حال غيبته بما فيه من الصفات التي يكره أن تذكر فيه مما يفهم منه تنقصه والغيبة محرمة بالنص والإجماع قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم والغيبة من الصائم أشد تحريما وأعظم إثماء ولقد ورد أنها تفطر الصائم كما في حديث المرأتين التي اشتد بهم العطش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم وما وصلت حالهما إليه من العطش فدعا بهما وأمرهما أن تتقيأا فتقيأتا ملأ قدح دما وصديدا ولحما عبيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حالة هاتين المرأتين وما أصابهما إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لهم الناس دل هذا الحديث على أن الغيبة تفطر الصائم تفطيرا معنويا بحيث إنها تفطل ثواب صيامها وأما التفطير الحسي فإنها لا تفطره بمعنى أنه يؤمر بقضاء الصوم كما لو أكل أو شرب عامدا بل إنما تفطره تفطيرا معنويا هذا معنى ما قرره العلماء رحمهم الله ويجب على الصائم أن يجتنب النميمة وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الفساد كان يقول لشخص إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ثم يذهب إلى الآخر ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا يريد التفريق بينهما وإفشاء العداوة والنميمة من عظم الذنوب قال تعالى فلا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمام يعذب في قبره بسبب النميمة وأخبر أنه لا يدخل الجنة نمام ويجب على الصائم اجتناب الكذب وهو خلاف الصدق بأن يخبر بما لا يطابق الواقع والكذب من صفات المنافقين وهو يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار والكذاب منقوت عند الله وعند خلقه ويجب كذلك على الصائم اجتناب الشتم وهو السب والكلام قبيح فلا ينبغي للصائم أن يجتم أحدا أو يسب أحدا لا مبتدئا ولا رادا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم يعني فلا يرد على الساب والشاتم بالمثل ترفعا عن ذلك محافظة على صيانه يجب على الصائم أن يجتنب قول الزور وهو كل قول باطل كالكذب وشهادة الزور والفزور في الخصومات قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أباه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم فيه زجر شديد عن قول الزور والعمل به حال الصيام لما يحصل به من الإثم المقاوم للصوم والمذهب لأجر الصائم فكل هذه الأمور يا عباد الله الغيبة والنميمة والكذب والشتم وقول الزور كلها أمور دنيئة ينبغي للصائم أن يترفع عنها شفاظا على صيامه وكلها أمور مؤثمة لا تتناسب مع الصيام بل تخل به وتذهب ثوابه وتجرحه فينبغي للصائم أن يتآهد صيامه من لسانه ويصونه وكان السلف الصالح إذا صاموا قصدوا المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نرتاب أحدا كما أنه يتأكد على الصائم شفظ سمعه عما حرم الله فلا يستمع إلى الأغاني والمعازف والملاهي وحفظ بصره عما حرم الله فلا ينظر إلى النساء وما لا يحل النظر إليه ويحفظ لسانه عما حرم الله فلا ينطق بكلام قبيح من شتم وغيبة ونميمة وغير ذلك هذه بعض الأمور التي يجب أن يبتعد عنه الصائم وأما الأمور التي ينبغي له أن يتحلى بها هي كثيرة ترجع إلى كل فعل حميد وقول سديد وينبغي له أن يكتر من قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقص شهر رمضان بمزيد إقبال على تلاوة القرآن قد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وينبغي للصائم أن يكتر من ذكر الله عز وجل من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد لأن هذه الكلمات تثقل في ميزان المسلم وهذه الكلمات من غراس الجنة وأن يكتر من الصدقة وبذل المعروف وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف إن الأعمال تضاعف في رمضان أكثر من غيره فالفريضة فيه عن سبعين فريضة فيما سواه والنافلة فيه عن فريضة فيما سواه والصدقة فيه أفضل من الصدقة في غيره ومن آداء الصائم أن يؤخر السحور إن لم يخشى طلوع الفجر الثاني بقول زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما يعني بين القيام بين نهاية السحور والقيام إلى الصلاة قال قدر خمسين آية متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطور ويسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أعجل الفطر متفق عليه أي لا يزال أمر لا يزال أمر هذه الأمة معظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة ومخالفين لأعداء الإسلام والممتدع بتعجيل الفطر العمل بالسنة هو عين الخير والسداد ومخالفتها عين الشر والفساد قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإخطار عند غروب الشمس وأنه هو الحكم الشرعي وفي الحديث في الصحيحين وغيرهما إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفضل الصائم أي دخل وقت الفطح أيها المستمع الكريم هذه جمل من الآداء التي ينبغي للصائم أن يأخذ بها حتى يسرون صومه ويستهيد منه نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياك لما أسمعنا وعلمنا ويجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بجائزة الرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر